طبعاً إحنا فاكرين الحادث المؤلم بتاع الشيخ زايد دهس أربعة من الشباب النهاردة في أخبار إنه أهالي الضحايا الأربعة اللي توفوا في هذا الحادث قد قبلوا التصالح أو التنازل هل هذا الأمر يغير في الموضوع؟ عايزين نفهم الحكاية بشكل قانوني يعني القانون بيقول إيه لو حد عنده حد قتل خطأاً هل القتل الخطأ يمكن تغيير فيه القرار تغيير فيه الحكم بشكل عام عايزين نفهم إيه هو المبدأ القانوني هل كده القضية انتهت؟ هل فيه مثلاً حاجة زي الدية؟ إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ سيادة المستشاري إحياء قدري المحامب النقط أهلاً بك يا فندم أهلاً عمر بيه أهلاً وسهلاً يا فندم هذا الأمر إزاي بيغير من سير القضية؟ مش القضية دي أو أي قضية تانية هو في قضايا القتل الخطأ تتعدد المجمي عليهم بنتيجة للقتل غلزت العقوبة إلى عشر سنوات من ثلاثة العشر زيها زي ما تكون جناية قتل يعني بتتحول من قضية بسيطة إلى قضية كبيرة وكبيرة أوي إنما هل يحق لولي الدم أو لأهل المجمي أن يتنزل عن حقهم من حقهم أن يتنزل عن حقهم في التعويض المائي لما أصابهم من ضرر من جراء تصرف قد المتهم ولكن هل هذا الأمر يؤدي إلى تخفيض العقوبة أو إنهاءها والاكتفاء بالتعويض الذي يطلق عليه وفقا لأحكام الشريعة أدية القانون المصري لا يأخذ بهذا الأمر وإنما قد يكون له تأثير في حتم التغريض الشديد للعقوبة إذا تخارج تخالص ولي الدم وتخالصه وصلحه ليس إلا نتيجة الطبيعي إنه تحصل على التعويض المناسب الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف ومن ثم سوف يكون هناك عقوبة بالنسبة للقصد الخصد ولكنها لم تكون بالشدة مش مشددة على عموم دي هي قناعات حضرة القاضي في النهاية برضو في النهاية هي قناعات طبعا لكن ليس هناك سمة تأثير على الاتهامات الأخرى يعني تعاطي مخدرات أي اتهامات أخرى قدمت في المحكمة إذا ثبت صحاتها سوف يلاقي عقابها والصلح لا يسري عليها في أي شيء لهي ولا على الشق الجنائي الحاجة الوحيدة أنه يسري على عدم الحكم بتعويض مدني لزوي الشأل لتنازل هي معهم هل عدد الضحايا بيفرق؟ بيغلز العقوبة يعني نقصد في حالة التصالح أو التنازل عدد الضحايا التصالح أو التنازل يفندم ما بيغيرش في صلق الشق الجنائي طب وإذا ما كانش بيغير ليه في ناس بتلجأ ليه عشان بهذه للمحكمة انتهم قد شعر بالجريمة وعوض وليه المال وليه دم عمن الضرر الشديد الذي ألم به ده بيخلي هناك فكر لدى الناس كما سوف تتعاطف ولا تحكم بالحد الأقصى لعقوب سيدة المسشار يا حياء قدري المرحامي بنقض بشكورك شكرا جزيلا وطبعا زي ما احنا عارفين المسألة ليه علاقة بس بقناعة حضرة القاضي وهو طبعا احنا بس حبينا نشرح للناس القانون المصري بيشوف هذا الأمر ازاي لأنه فيه ناس النهاردة قالك لا دا كده انقضت الدعوة الدعوة خلصت لا الدعوة لم تنتهي والدعوة منظورة قدام حضرة القاضي وهو لحياخد قراره تبقى لقناعات وتبقى للقانون المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة